إنه أمر أهميه بعد أن نقوم بإمكانه المعارضة لكنه يمكننا أن نقوم بإمكانه المعارضة وإنهي 3 أجل وإنهي أكدت أنه يجب أن نقوم بإمكانه وإنهي 3 أجل وإنهي 3 أجل طبعاً نقطة مهمة جداً خصوصاً بعد أحداث المباراة كانت أحداث صعبة أعتقد له لقرار الحكم كان ممكن أن نحقق أكثر من هذه النقطة في خلال المباراة بالأكثر من الأجمل ولم يكون هناك بعض المباراة كان هناك بعض الأجل كان مهمة جداً الأجمال والمباراة كان الأجمال من أنه يجب أن يأتسر أجل أن كل هدفة كان الأجمال من أن يديو الوصف كم كان الأجمال سأعزم للعشر وعندما لم يمر لديمه العجمال لديمه العجمال نحن نعود بعض الوقتين لكن في فتبول كان هذا ونحن لم نستطع حوله لكنه فعلاً الاجتماعي أعتقد اللاعبين قدموا مباراة كبيرة طبعاً بسبب لعبهم نقصين العدد منذ الدقيقة الثانية بعد قرار الحكم وهذا لم يكن سهلاً على الإطلاق تحكموا في أغلب مجرات الأمور في أغلب مجرات المباراة أضعوا بعض الفرص من الكرات السابتة من الانفراد لبايش من أيضاً تزديدة علي جاسم وبعض الفرص المحققة ولذلك وأنهم على هذا الأداء والمباراة كانت صعبة خصوصاً بعد الترد من الدقيقة الثانية ريبيو سلاقة بعد المباراة مشهر منشور على الانستجرام قال إذا تردون ترقون اللوم فألقوا اللوم عليه إذا تردون أي إذا ترقون اللوم على أحد فترقون اللوم عليه آني إذا ترقون اللوم عليه وفي فترقون اللوم عليه أعتقد أنه لأيضاً وفي فترقون اللوم عليه لذلك لا يجب أن أعطي ريبيو سلاقة شكراً لعب مهم قدم العديد من المباراة الجهدة مع المنتخب كل لعب معرض لهذه الأحداث بالنسبة لي هناك شكوك على الفاول أو الخطأ أنا لم أرى الخطأ بشكل واضح هناك شكوك ولكن هذا أمر طبيعي في كرة القدم شكراً لكم